سؤل حكيم عن خير النساء فقال هي التي ترضي ربها وتدلل زوجها ولا تفارق بيتها وتصلي خمسها ولا تخرج سرها ولا يرى نعلها ولا يسمع صوتها ولا يعرف وصفها العزيزة في قومها الذليلة في نفسها لوليدها مرضعة حانية ولبيتها جنة دانية إن وجدت من زوجها خيرا شكرت وإن رأت منه شرا صبرت وإن دخل عليها سرت وتبسمت وإن خرج من بيتها حزنت وتشوقت وإن غضب منها تحملت وتحلمت إن أقبلت عليه أعجبت وإن غاب عنها حفظت وإن رأت عيبه سترت وإن اعتذر منها وإن اعتذر منها عذرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر